موسيقى العلاقة الروسية الشيشانية مرت بأطوار مختلفة لكن العنوان العريض هو كان دوماً حال الصراع في ظل وجود رغبة روسية التحكم بتلك المنطقة وأحياناً حتى أنها كانت دوماً تبحث عن شيشان بدون شيشانيين إنجاز التأمير موسيقى موسيقى ارتكبت القوات الروسية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب في خضم حملتها العسكرية على الشيشان كتب على جدران المنازل في العاصمة جروزني عبارة تقول مرحباً بكم في الجحيم الجزء الثاني وهي تصلح أن تكون وصفاً موجزاً لما كابده المدنيون بعد نهاية حرب شيشانية في بداية ميلينيوم يعني بعد عام علافين اعترف أنه ترك فكرة استقلالية القرار الشيشاني يعتبر أن وجود جمهورية الشيشان كدولة المستقلة في شمال الكوكاس مستحيلة وأكثر مدرة لشعب شيشاني بسبب الله إذا هو ينفصل عن روسيا يعني هو لا يكسب أي شيء من الخارج إلا حرب المدمرة التي شهدت شيشنها خلال عشر السنوات بعد انهيان الاتحاد السوفيتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة